هاي واضح أنا بيان جمعة من سوريا بطلة آسيا بالأسباحة وخرجت علوم سياسية وطوب تغذية نزل بدي أحكي عن إنجازاتي أكيد كتير بدي طول فأنا بدي أحكي عن أهم الإنجازاتي اللي قدرت حققها خلال مسيرتي الرياضية أول واحدة كانت أنه أنا أول سباحة سورية بتأهل العاب الأولمبية بتاريخ سوريا وأول سباحة سورية حاصلة على ميدالية آسيوية بتاريخ سوريا أكيد عندي كتير ألقاب دولية داليات دهبية بالإمارات بفرنسا بلتشيك برونزيت كأس عالم عندي بطلة عرب من 2009 بعدين دخلت على البطولات الدولية في 2017 أول ميدالية آسيوية فيعني أكيد مخيني أحكي عن كل مسيرتي الرياضية كتير صعب أول من أي عمر بللشت لسباحة لأني أنا فعلا وعيت عالدنيا وأنا بالمي يعني أنا عمري سنتين كنت بتذكر حالي عم طوف وعم بسباح والسبب الرئيسي للسباحة هو أن أخواتي الثلاث كانوا أبطال جمهورية فكنت روح معهم على المسبح دائما أنا عمري 12 سنة طريتني إنقل حياتي كلها لألتحق بمنتخب سوريا عالشام فإنقل دراستي لحياتي صرت عايشة بأوتيل الآن سات رفقاتي ما كان بالنسبة لإن هذا الموضوع طبيعي يعني إنه بنت عايشة بأوتيل لحالة كيف يعني كان دائما نظرة مجتمع لقلي إنه قف سباحة وبعدين إحنا حياتنا دائما مثلا نتدرب قبل المدرسة فأنا عندي تمرين الخمسة للسبعة الصبح روحها للمدرسة رجعاني شعري مبلول فكتير كمان أتعرض لأسئلة الآن ساتنوها أنت بتلبسي مايو بالمسبح بالتمرين يعني إنه شو بدي جاوب فما كان موضوع سهل يلي حسن من هذا الموضوع هو الميدالية الأولى بحياتي فكرة أني أسس أكاديمية صباحة كانت دائما عم ندور براسي بس الشي اللي شجعني كتير والشخص اللي شجعني كتير أني فعلا أمشي بهاي الخطوة هي كانت ماما هي صاحبية الفضل الكتير كبير بهالقصة لأنه كنت أنا خايفة حاسة حالي لسه صغيرة أني يفتح مشروع خاص فيني وبجزء ما ينجح وكذا إي حدا بيكون في عنده كتير تفكير بس لا شجعتني كتير ويلي استلموا المشروع بالبداية كان ماما ويمان أخي لحد الآن هنا القائمين على المشروع وأكيد بإشرافي يعني مثل هنا أنا عمكون مسافرة فأطلع وبنزل رسالتي للفتيات والشابات العربية والسوريات أنه النجاح ما إلو حدود لا توقفي بمكان معين أنت قادرة تسبتي حالك بأي مجال أنت كنت ناشحة فيه طول ما عندك هدف عندك طموحة مضلة تلحقية لتوصليله كتير بفتخر بالمرأة السورية أنه فعلا خلال أزمة عشر سنين قدرت تثبت حالها وبجدارها أنت تسمت حالها بكتير من المجالات هذا الشي هو فعلا بيرجع لتكون أنت مآمنة بحالك مآمنة بقدراتك وعم تلحق إهدافك وحلمك كوني قوية